تحياتي مانشستر يونايتد يغرق حرفيا خسر مع توتنهم مشاكل كثيرة كلام سلبي لعب مع مدربين مدربين مع إدارة لعبين مع إدارة فوضى فوضى بعيشها مان يونايتد سيئة جدا للأسف مين المسؤول عن هذا الكلام قبل ما ندخل بالتفاصيل بدي أذكر الناسي أنا كتبت كتاب كامل عن جزير مورينيو وأنه أنا معروف أني بحب جزير مورينيو وببدأ بهذا الكلام لأني أنا فعليا بدي أحمل المسؤولية لجزير مورينيو حتى نكون واضحين مش إني شخص بحب مدرب فلاني فجاي بدي أحمل المسؤولية لمورينيو بس عشوائيا لو نيجي نتطلع على خط وسط ماشستر يونايتد ممكن تحط فيه ماتيج ممكن تحط فيه مع فريد أو هريرا ومحهم بوكبا هذا الثلاثي تقارنه بثلاثيات الدورة الإنجليزية مش كثير أسوأ كأسماق مش كأداء كأسماق مش كثير أسوأ ومثلهم وممكن أحسن من كثير من الفرق الكبرى حط خط هجوب في سانشيز لوكاكو مارسيال أو براشفولد أيضا خط ثلاثي كأسماء خط ثلاثي محترم خط دفاع في علي كلام ودي خيام معروف طبعا أنه بشكل عام هو أفضل حارس في الدورة الإنجليزية الآن تلقت خطوط عندك من الخطوط اللي بتنافس بس هل هذا الفرق بيع كثيرات الشعر أداء لا بدارة ماليونيتد ما اشترت لعبي وبتتحمل مسؤولية طبعا لكن ممكن أبرر موقفها بشي بسيط أنا اشتريت إيريك بيلي أنا اشتريت دليني دولوف أنا اشتريت بوكبا كأغر اللاعب في العالم كان أنا اشتريت سانشيز ودخلت وعطت راتب عامي ولا واحد من هدول عم يعطيني زي ما كنت متوقع ولا واحد منه عم بوصل يعني سانشيز موصلش 30 مئة من اللي اعطاه مع عرسينات بوكبا مباراة كويسة مباراة لا المزاجيه اوفر ومبين انه في عدو تحدي مع المدارب إيرك بيلي كان كويس فجأة اجلس احتياطيا في موسم ماضي فجأة الان اللاعب مش هو نفسه لان دولوف شوف نبك أسر عالم كويس مع ماليونيتد ليس كذلك إذا انا كإدارة هشك استنى شوي انا مش هظني ادفع والسوق مجنوني صارت يعني صار الموضوع في مئة مليون وثمانين مليون لا استنى شوي انا مش هظني ادفع لك وانت مش عم تعطيني مؤشر انه لما ادفع شي برجعلي في الملعب فهذا ممكن ابرر فيه بس يتحمل مسؤولين انها عاندت بشكل واضح طلبات كانت واضحة الفريق ان المدافعين مش عم بيقدوا كويس بس بوجت نظر الإدارة شو معرفني لو جبت مدافعين كمان كويسين مش هيقصده كويس بالنسبة للمورينيو فيه شي فقده فيه سحر فقده كنا نحكي بـ 2011 و 2012 البيك تاع اي لعب لما يلعب مع مورينيو يعني افضل شي ممكن يوصلوا اي لعب كورت القادرة بكنا نحكيه ايامها انه لما يلعب مع مورينيو هذا احسن شي ممكن يعطيه لكن هذا الكلام يتغير ولا واحد من موجيدي الان بيعطي افضل ما يمكن مع مورينيو زي ما كنا نحسن اللاعبين بيعطيه للم يعودوا بالعب للمورينيو فهذا مقصود السحر اللي فقده مورينيو هذا كلام السحر اللي فقده مورينيو فيه شي تغير ما عاد يخرج افضل ما لدى اللاعبين ما عاد يعطي افضل ما لدى اللاعبين نرجع نروح على ليفربول مثلا مين كان يعرفينا ارنول مين كان يعرفينا حتى ظاهرهم الايسر يوم بنتذكر اسمه يوم بنسى اسمه بس بلعب ممتاز صلاح لما جاء هل كان صلاح هو هذا الحالي ليش هدو كلهم راحوا على المستوى الثاني فرمينيو قبل ما يجي كلوب كان هذا فرمينيو ليش هدول اللاعبين راحوا على مستوى اخر مع هذا المدرب في حين هدول اللاعبين قبل سنتين فقط كانوا كلهم كاسماء اسوأ من اسماء مان يونيتد هذا ببرر انه اه لا فيه دور كبير فقده مورينيو فيه شي اثر عليه مورينيو خلاه مش نفس المدرب اللي احنا منعرفه ممكن صدمة ريال مدريد ثم صدمة تشيلسي وشعوره بالخيانة ربما مرتين من وجه نظره وبالتالي هو الرجل يلابها وظيفة حرفيا مش المدرب اللي كنا نعرفه يعني لما نشوف خط وسط مورينيو زي ما حكيت خط هجوم يونيتد حراسة يونيتد ومدافعينهم يعني عشان كون صارحين مدافعين مش كوارت لهالدرجة الدفاع هو بشكل عام المنظومي سيئة جدا يعني من الاول موسم اليوم انا مستغرب انه هاد المنظوم مش عم تتحسن الا مبارتين اتلاته وبعدين ترجع تختل المردود البدني ايضا في عليه مليون مؤشر انا كنت اعتقد وكنت دائما احكي مورينيو محتاج يغير الجو اللي حاوله مش يغير النادي مورينيو محتاج يغير الفريق الفني اللي كان معاه له سنين يغيره يغير هدول الناس يجيب ناس جداد فكرة جديدة عقل جديد ممكن يساعده يقدم لان المدرب عمرو ما كان مدرب واحد هذا المدرب احنا بنشوف وهذا المدير اللي تحته هم الموظفين اللي معاه في الفريق الفني وكلما كانوا كويسين كلما المدير بياني كويس اكثر ممكن هذا اكبر خطأ ارتكب مورينيو الخطأ ممكن يكون ثمنه انه ما نلحي لنشر الفيديو هو لساته مدرب مع يونيتد موسيقى